كانوا أقرباء لنا وهم بالفعل أقرباء لنا هل سنسكت؟ هل سنسمح أن يشري ما يشري سيد عقل؟ هل ستخرج هذه الموذيعة اللبنانية عن صمتها في مواجهة إدارات القنوات التي استقالت منها؟ وإذا كانت تركها العمل بهذه القنوات لأسباب موضوعية فلماذا اذتزمت إدارات هذه القنوات الصمت؟ وهل تملك موذيعة قناة الجزيرة السابقة ملفات تسبب إزعاجا لإدارة القناة؟ لينا زهر الدين واحدة من أبرز الإعلاميات اللبنانيات اللا اشتهرنا بمواجهات صعبة كانت بداية عمل لينا كمراسلة في قناة أن بي أن بعد ذلك عملت في تلفزيون أبو ظبي الذي تركته لتلتحق بقناة الجزيرة القطرية التي واصلت العمل فيها وكانت تعتبر فرصتها لصعود حقيقي في سماء الإعلام العربية لكن عمل لينا في هذه القناة القطرية لم يدم فقد كانت بطلة أزمة كبيرة ضمن خمس موذيعات عرفت بأزمة استقالة موذيعات والتي تركت أسئلة محيرة في الأوساط الإعلامية ورحلت لينا زهر الدين عن قناة الجزيرة ولم يتم كشف أسباب الاستقالة في حينها استقالة لينا زهر الدين أو ربما إقالتها من قناة الجزيرة لم تكن مجرد موقف عابر أو لخلاف مادي مع إدارة القناة المعروفة بقدرتها على توفير مركز مالي جيد للعملين فيها ولكنها وفق تسريبات إعلامية لاحقة تعود إلى مضايقات تعرضت لها لينا زهر الدين هي وبعض زميلاتها مما دفعهن إلى الاستقالة خصوصاً أن تلك المضايقات طالت هيئتهن وملابسهن واهتمامهن بالنكاج الموذيعات الخمس قررنا بعد خروجهن من القناة تسريب أسباب تركها إلى زملائهن في وسائل الإعلام وذلك من دون ذكر مصدر هذه المعلومات تركت الموذيعات اللبنانية لينا زهر الدين قناة الجزيرة في هدوء لتبحث عن وجهة أخرى جديدة تمارس فيها عملها الإعلامية وبالفعل التحقت بالعمل في قناة الميادين وأصبحت واحدة من أهم وجوه شاشتها التي لقيت قابولاً لدى الجمهور لكن لينا فاجأت الجمهور بأزمة جديدة وكأن لعنة الاستقالة قد رفقتها من الجزيرة إلى الميادين لكن هذه المرة قررت أن تكون مصدراً مباشراً للمعلومات الخاصة بأسباب ترك العمل في هذه القناة كان لدى لينا زهر الدين العديد من الملاحظات على المحتوى الذي تقدمه قناة الميادين ورأت أن الأجدالها هو الالتزام بمبادئها المتعلقة بالشأن الداخلي اللبناني والعراقي لكنها شددت على أن ما أثير بشأن استقالتها والمذاعم التي تناولت هذه الاستقالة بأنها أتت ضمن موجة أحداث حساسة قررت هذه المذيعة اتخاذ موقف منها بإعلان الاستقالة في حين شددت لينا على أن ذلك كله مجرد إدعاءات أمضي أوقات مع دويل ودنيال وأستمتعوا بحياتي في إجازات مفتوحة هكذا أعلنت لينا جدولها اليومي بعد أن تركت العمل في الإعلام مؤقتاً حيث تهتم بشؤون منزلها وولديها واشترطت للعودة إلى الشاشة أن تجد فرصة في قناة محترمة متوازنة ورغم المسيرة المهنية الحافلة التي نالتها لنا زهر الدين إلا أنها تعترف أيضاً بأنها عانت مواقف محرجة منها خروجها ذات مرة لقراءة نشرة الأخبار بينما الناس يتسمها من الارتباك الذي وقعت فيه فيما تدخل زميلها لمساعدتها وقد عرفت أيضاً بتأطرها الإنسانية السريعة حيث بكت ذات مرة أثناء تغطيتها لحدث إنساني ترجمة نانسي قنقر